بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أنزل كتابه المبين هدى ورحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين من أرسله الله رحمة للعالمين وأنزل عليه كتابه المبين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة صلوات الله وسلامه الأتمان الأكملان عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين أيها الإخوة الأحبة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحن في هذا المساء المبارك أيها الإخوة يجتمع لنا شرف المكان وشرف الزمان وشرف الموضوع أما شرف المكان فنحن في هذا البيت المبارك بيت الله المعظم حول الكعبة المباركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى مثابة للناس وأمنى وجعل الطواف حولها ولا تصح عبادة في حج أو عمره إلا بالطواف حولها ولا تصح صلاة من مسلم في أي مكان على وجه الأرض إلا باستقبالها فهذه البقعة هي أشرف البقاع وأكرمها وأحبها إلى الله تبارك وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام عندما غادرها مهاجرا قال عليه الصلاة والسلام والله إنك لأحب بقاع الله إلى الله ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت هذا البيت هو أشرف بقعة على وجه الأرض وأما شرف الزمان أيها الإخوة فهو أننا في شهر ذي القعدة وهذا الشهر المبارك هو أول الأشهر الحرم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وعظمها فقال جل ذكره إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم قد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأشهر الأربعة الحرم فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح السنة اثنى عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات يعني متتابعة متصلة ببعضها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم هذه الثلاث المتواليات قال ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان شهر رجب المعروف وسمي بشهر برجب مضر لأن قبيلة مضر كانوا يعظمون هذا الشهر ويعدونه شهرا حراما هذا أمر متعارف عليه في الجاهلية وهذه الأشهر الحرم كانت لها مكانتها عند أهل الجاهلية وعند العرب خاصة لأنهم درجوا على القتل والقتال والسلب والنهب والظلم فكان من يريد الوصول إلى هذا البيت لا يستطيعه إلا في هذه الأشهر لأنه يأمن على نفسه وعلى ماله وهؤلاء العرب الكفار الجاهليون مع ما هم فيه من الضلال كانوا يقفون عند حدود هذه الحرمة فلا يتجاوزونها فيفد من يفد إلى هذه البقاء الطاهرة في أمن وأمان والله سبحانه وتعالى قد امتن على قريش عندما كذبوا رسوله عليه الصلاة والسلام وحاربوه وآذوه قال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا فالأمن في ذلك الزمان في هذه البقعة لم يكن بحراسة ولم يكن بجيوش ولكن بالتزام الناس جميعا بهذا المعنى كانوا يقدسون هذه الأشهر ويقفون عند حرمتها ويمتنعون فيها عن أذية غيرهم أو الاعتداء عليهم هذا شرف الزمان شرف المكان وشرف الزمان وأما شرف الموضوع أيها الإخوة فهو كوننا في أشهر الحج في هذا الزمن الذي يفد فيه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها لأداء هذه الشعيرة هذه الشعيرة المعظمة التي هي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام كما جاء في الحديث الصحيح فيما يرويه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والله سبحانه وتعالى هذا افترض الحج على عباده المؤمنين في هذه الشريعة المطهرة حيث قال جل ذكره ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين هذا الحج من أعظم العبادات ركن من أركان الإسلام لكنه ليس وإن كان يشترك مع بقية الأركان في التعظيم وفي المكانة إلا أنه ينفرد بأمور خاصة لا توجد إلا فيه فالحج مظهر من مظاهر التوحيد لله تبارك وتعالى ومظهر من مظاهر التوبة والتجرد من الذنوب والحج عندما يتجرد من المخيط يشعر بأن هذا تجرد أيضا من ذنوبه وأنه مقبل على الله سبحانه وتعالى يريد منه أن يعفو عنه وأن يصفح وهو جل وعلا حقيق بذلك حج موسم عظيم وموضوع خطير ولذلك الله سبحانه وتعالى جعله في هذه البقعة الطاهرة المباركة سنأتي نتكلم عن شيء من حكمة وجوده في هذا المكان الله افترضه على عباده المؤمنين وذكر لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الحج كان مفروضا على من سبقنا من الأمم فقد جاء في الحديثي الصحيح فيما يرويه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر في طريقه بين مكة والمدينة بوادي اسمه الأزرق فقال عليه الصلاة والسلام ما اسم هذا الوادي قالوا هذا هذا وادي الأزرق فقال النبي عليه الصلاة والسلام كأني أنظر إلى موسى عليه السلام موسى نبي بني إسرائيل يقول كأني أنظر إليه واضع أصبعيه في أذنيه له جؤار يعني يرفع صوته بالتلبية يلبي لله سبحانه وتعالى حاجا ثم ساروا فجاءوا إلى ثنية في جبل الثنية هي الطريق في الجبل فقال عليه الصلاة والسلام ما اسم هذا المكان قالوا هذا هرشا ثنية هرشا فقال عليه الصلاة والسلام كأني أنظر إلى يونس على ناقته يلبي فالحج كان موجودا عند الأمم السابقة والحج فرض على هذه الأمة وجعلت له هذه المكانة العالية العظيمة بأن كان أحد أركان الإسلام وفضله لا يدانيه فضل في كثير من الأعمال الصالحة جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وجاء أيضا في الحديث الصحيح من حج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وفي رواية رجع كيوم رجع كما ولدته أمه الطفل عندما يخرج إلى الحياة يخرج نقيا من الذنوب ما تلبس بشيء من هذه الآثام فمن فضائل الحج إذا تقبله الله سبحانه وتعالى أنه يمحو ذنوب العبد فيعود العبد بعد حجته نقيا من الذنوب كأنه ولد لتوه يعني يمكن أن يسمى هذا بمفهوم العصر ولادة جديدة كأنه ولد جديدا وهذه نعمة ومن وفضل من الله سبحانه وتعالى ما هي قصة وجود الحج في هذه البقعة وما هي قصة فرضية الحج الله سبحانه وتعالى أمر خليله إبراهيم عليه السلام أن يبني البيت في هذه البقعة وهذا البناء هو أول بناء وهذا البيت هو أول بيت للعبادة كما يقول الله تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم بني هذا البيت لا للسكن لكنه بني للعبادة بناه إبراهيم بأمر الله تبارك وتعالى وحدد له واختار له هذا المكان وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وفي آية أخرى للطائفين والقائمين هذا البيت بناه إبراهيم عليه السلام في قصة طويلة معروفة فإنه قد جاء بابنه وزوجه هاجر عليه السلام جاء بهما إلى هذا المكان وتركهما ولكم أن تتصوروا أن إبراهيم عليه السلام لم يرزق بولد في بداية حياته وإنما رزق بهذا الولد بعد كبر فيأمره الله تبارك وتعالى أن يأتي به وهو طفل رضيع ويضعه في هذه الصحراء القاحلة ثم ينصرف يعود أدراجه إلى الشام إبراهيم عليه السلام فاستغربت المرأة زوجه كيف يتركهم في هذا المكان الذي ليس فيه أنيس ولا ماء ولا حياة لكنه لم يلتفت إليها فقالت له آه الله أمرك بهذا قال لها نعم قالت إذن لن يضيعنا لن يضيعنا ثم كان ما تعلمون من أن الله سبحانه وتعالى فجر زمزم في هذا المكان فشربت المرأة وأرضعت رضيعها واجتمع الناس بعد ذلك إليهم وسكنوا معهم ودبت الحياة في هذه البقعة لكن لماذا في هذه البقعة هذا أمر الله أولا واختياره وربك يخلق ما يشاء ويختار ربنا هو الذي اختار ما كان لهم الخيارة من أمرهم الله هو الذي اختار هذا المكان لكن لعلنا نتلمس بعض أطراف هذه الحكمة لماذا كان الحج ولماذا كان البيت في هذا المكان ولم يكن في غيره لماذا لم يكن في مكان وارف الظل كثير الأشجار غزير المياه لماذا لم يكن كذلك حتى يتجرد لعلنا نتلمس أن الحكمة حتى يتجرد القادم إلى هذا من كل أغراض الدنيا لن يأتي يستضل بظلال هذه الأشجار ولا يأكل من الثمار ولا يجد الأجواء الماتعة لا هي كذلك فالذي يأتي لا يأتي لشيء من أغراض الدنيا وإنما يأتي للطاعة والعبادة إذا خلصت نيته هذا هو الأصل حتى يتجرد الإنسان في سلوكه وفي حجه وفي سفرته يأتي إلى هذا المكان فلا يجد في ما حوله شيئا مما يهتم له الناس في أماكن أخرى وهذا أدعى إلى تحرير النية وإخلاص القصد لله تبارك وتعالى حتى تكون العبادة خالصة لله تبارك وتعالى كما قلنا الحج تبين لنا أنه كان مفروضا على من سبقنا وكذلك العبادات الأخرى أصول العبادات الأخرى الصلاة كانت مفروضة على من قبلنا الله سبحانه وتعالى ذكر عن إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية وكذلك إيتاء الزكاة الزكاة كانت مفروضة أيضا على من قبلنا وهي مفروضة علينا والله سبحانه وتعالى يقول عن أنبياء السابقين وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين هذا كان على من قبلنا وأهم وأعظم من ذلك هو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وإفراده بها هذا هو الشيء الذي تجتمع عليه الرسالات السابقة والشرائع التي أنزلها الله تبارك وتعالى هذا الأمر متفق عليه إخلاص العبادة لله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون لكن هذه العبادات الأخرى العبادات الأخرى الصلاة والزكاة والحج والصوم كانت على من قبلنا كما يقول الله تبارك وتعالى عن الصوم أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبركم لعلكم تتقون لكن ربما تختلف الهيئات هيئة الصيام هيئة الحج هيئة الصلاة من شريعة إلى شريعة لكنها في الأصل أصل هذه العبادة موجود في كل الشرائع وهذا دليل على وحدة الدين الذي رضي الله تبارك وتعالى لعباده والذي أكمله ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام الشرائع السابقة ما كانت شاملة لكل شيء وكانت محدودة محدودة في تفاصيلها محدودة في زمانها محدودة في مكانها لكن الله سبحانه وتعالى أذن ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام أن تكون شاملة في شرعتها في تفصيلاتها في أحكامها وأن تكون عامة شاملة في كل الأزمنة والأمكنة وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فعموم شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وبقاؤها إلى يوم القيامة هذا مما اختص الله به محمد عليه الصلاة والسلام وشريعة كما يقول عليه الصلاة والسلام فضلت على النبيين بخمس أو بست في بعض الروايات قال ومنها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة هذا دليل على أن هذه الشريعة أيها الإخوة ليست منبتة عما قبلها هذه الشرائع مصدرها واحد كلها من الله تبارك وتعالى ولكن هذه الشريعة الأكمل والأشهر والأظهر والأبقى فالله سبحانه وتعالى أذن بأن تكون هذه الشريعة الخاتمة خاتمة الرسالات ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام فاجتمع إذن لنا في هذه الليلة شرف المكان وشرف الزمان وشرف الموضوع موضوع هذه العبادة عبادة الحج والحج أيها الإخوة هذا ذكر الله تبارك وتعالى لنا بداية أمره به أنه أمر به إبراهيم عليه السلام أمره بعد أن بنى البيت أن ينادي في الناس بالحج أن يحجوا ولم تكن في ذلك الزمن هذه الوسائل المتاحة لنا الآن وسائل التواصل والقنوات ما كانت لكن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الزمان والمكان قادر على كل شيء أمر إبراهيم عليه السلام أن ينادي بعد أن اكتمل البناء وأذن في الناس بماذا بالحج أذن يعني نادي أعلم أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم الله سبحانه وتعالى ذكر هنا وسيلتين من وسائل التنقل للحج يأتوك رجالا يعني يمشون على أرجلهم وقال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق الضامر هو الناقة التي يركبها صاحبها من أقاص الأرض يأتي إلى هذا المكان فمع طول السفر يضمر جسمها بطول السفر والكلال والتعب تصبح ضامرة لا تصل إلى هذا البيت إلا وهي ضامرة لكن هل هذا يعني أن الحج لا يكون إلا بهاتين الوسيلتين لا هذا تمثيل للوسائل التي يمكن أن يتخذها الناس للوصول إلى هذه البقعة وقد تطورت الأمور في زمننا والحمد لله ورأينا ما لم يكن عند السابقين مصداقا لقوله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق السفر بالبحر السفر بالسيارات السفر بالطائرات ويخلق ما لا تعلمون تأتي وسائل أخرى المهم ليست عين الوسيلة وإنما المقصود الوصول إلى هذا المكان الوصول إلى هذا المكان المطهر لأداء هذه الفريضة فريضة الحج وقد جعله الله سبحانه وتعالى لزاما هذا الفرض على كل إنسان مسلم قادر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فريضة لازمة ومن تركها وهو قادر فإن هذا دين عليه سيحاسب على ترك هذه الفريضة في يوم القيامة إلا إذا وجد من ذريته أو من أهله من يذكره بعد موته فيقضي هذا الدين عنه هذا دين لله تبارك وتعالى ودين الله أحق بالقضاء من ديون العباد هذا دين فلابد لكل إنسان مسلم أن يحرص على أداء هذه الفريضة إذا كان قادرا وأما إذا منع من هذا أو عجز عن تدبير مؤنة الحج ونفقته فلا يكلف الله نفسا إلا وسع هذا في حق الرجال والنساء هذا الفرض عندما يقول تبارك وتعالى ولله على الناس الناس يشمل الذكور والإناث جميعا إذا تحققت فيهم هذه الشروط الشروط الوجود فهذه الفريضة فريضة عظيمة أيها الإخوة وهي تأتي في كل سنة مرة واحدة ولكن الله سبحانه وتعالى لم يكلف عباده ما يشق عليهم ما جعلها في كل سنة ولو كلفهم في كل سنة لوجب عليهم أن يفعلوا لكن الله رحيم بعباده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما جعل عليكم في الدين من حرج جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقام رجل اسمه الأقرع ابن حابس وهذا رجل من البادية ولكنه من سادات الناس قام يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله الحج لعامنا هذا أم للأبد يعني نحج هذه السنة أو أنه يجب علينا أن نحج في كل سنة فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى قالها الرجل ثلاث مرات ألعامنا هذا أم للأبد يريد أن يتثبت يريد أن يتأكد فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحج مرة ذروني ما تركتكم لا تكثروا التساؤل إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم قال لو قلت نعم لو وجبت ولما استطعتم يعني لو قلت نعم في كل سنة لو وجبت ولما استطعتم فسكوته عليه الصلاة والسلام كان من رحمته بهذه الأمة من رحمته بهذه الأمة الآن تطورت الوسائل وزادت التكاليف ولكن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يتطلعون إلى أن يأتوا إلى هذا المكان مهما كلفهم ذلك وهذا استجابة لنداء خليل الله إبراهيم كما ورد في كثير من الروايات أن إبراهيم عليه السلام قال يا رب ما يبلغ صوتي أنا أصعد إلى جبل من هذه الجبال حول الكعبة وأنادي وأقول إن الله كتب عليكم الحج فحج ما يبلغ صوتي فالله سبحانه وتعالى تكفل بالبلاغ تذكر بعض الروايات أنه أجابه كل من كتب الله له الحج حتى نطف أصلاف أصلاب آبائهم وحتى الأجن في أرحام أمهاتهم فكل من يأتي الآن للحج يأتي استجابة لنداء خليل الله إبراهيم عليه السلام الذي تكفل ربنا تبارك وتعالى بإبلاغه للخلق جميعاً الخلق المؤمنون الذين كتب الله سبحانه وتعالى لهم الحج لو تأمنا في الآية في قوله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه السلام مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً قوله يأتوك هذه عبارة تشي بأن هذا الأمر سيكون مزروعاً في دواخل الناس المسلمين يأتون إليه طواعية لا يساقون إليه سوقاً ولم يثبت في زمن من الأزمنة أن الناس كانوا يساقون للحج لا هذا أمر يجده الإنسان المسلم من نفسه يسعى إليه ويحرص عليه حتى يؤدي هذه الفريضة يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عمير وهذا أمر معهود نجد المسلمين في كل مكان يحرص كل منهم بعض الناس يسر الله عليه في رزقه يستطيع أن يأتي في كل وقت الحج لكن من المسلمين من يدخر من دخله ومن قوته الشيء اليسير ويجمع هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى تكتمل له نفقة الحج وربما هذا في سن متأخرة من عمره فيأتي إلى الحج لا يسأل كم أنفق ولا يتضرر ولا يتذمر لأنه يرى أنه قد حصل بغيته وأنه قد وصل إلى مقصوده لأن هذه أعظم نعمة أن يكفر الله سبحانه وتعالى ذنوب العبد بعض الناس قد يموت وهو في هذه الشعيرة ما أكملها وبعض الناس قد يموت في طريقه إليها بعد أن بذل وبعد أن صبر وانتظر لكن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله والإنسان يبعث على ما مات عليه الإنسان في يوم القيامة يبعث على ما مات عليه الذي مات على العبادة والطاعة يبعث عليها إنسان ساجد وقبضت روحه يبعث ساجدا وإنسان ملبي حاج قبض أدركته الوفاة يبعث على ما كان عليه والذي يكون والعياذ بالله على فسق أو فجور يبعث على ما كان عليه ولذلك في حياة النبي عليه الصلاة وفي حجته التي حجها سقط رجل من المسلمين الحجاج عن ناقته فانكسر عنقه فمات مات ما أكمل الشعيرة فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يكفنوه في ثياب الإحرام وأن لا يغطوا رأسه وأن لا يقربوه الطيب ما يطيبونه لأنه محرم قال إنه يبعث يوم القيامة ملبية يبعث يوم القيامة ملبية يعني على هذه الهيئة التي مات عليها وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن نعمه والآجال مقدرة بقدر الله سبحانه وتعالى لا يستطيع الإنسان أن يزيد فيها ولا أن ينقص منها ولا يدري الإنسان أين تقبض روحه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فالإنسان الذي يخرج إلى هذه الشعيرة عليه أن يتجرد من كل شيء من المطامع من الأهداف الشخصية كما يقولون أن يخلص قصده لله يرجو ثوابه وما أعده الله سبحانه وتعالى للحجاج لأن هؤلاء الحجاج ضيوف ضيوف عند من هؤلاء الحجاج والعمار ضيوف من ضيوف الله الحجاج والعمار وفد الله ولا شك أن من انتسب إلى هذا القبيل حقيق بأن الله سبحانه وتعالى يعطيه من الفضل ويكرمه بالإكرام الذي يليق بحق الله تبارك وتعالى وقدرته وكرمه وفضله فلذلك من تيسر له الحج من تيسر له الحج في ظل هذه الظروف أي ظروف ظروف الأعداد الكبيرة المتزايدة في العالم الإسلامي وكل منهم يريد أن يفوز بالحج ولكن لا يمكن للناس جميعا أن يحجوا ولو حجوا لهلكوا لقتل بعضهم بعضا ولكنه يختار بحسب النسب المقررة وبحسب الظروف وبعض الناس بحسب قدرته المالية ونحو ذلك أو صحته فالذي يسر الله سبحانه وتعالى له الاستجابة لنداء إبراهيم عليه السلام والوصول إلى هذه الأماكن الطاهرة المطهرة تفضل عليه بفضل عظيم حرم منه كثير من الناس حرم منه كثير من الناس يتمنونه ولم يحصلوا فماذا عليه ماذا على الإنسان الذي جاء إلى هذه الديار حاج عليه أن يقدر هذه النعمة وعليه أن يحرص على أداء هذه العبادة على النحو الذي شرعت عليه لا يسوغ للإنسان المسلم بعد أن تيسرت له هذه النعمة وبعد أن بذل ماله وفارق وأهله ووطنه أنه يتساهل في أداء هذه العبادة عليه أن يحرص على أدائها على قدر ما يستطيع من الكمال وأعظم شيء في هذا الباب الذي يخشى منه من ضياع العمل أو نقصانه الجهل الجهل والجهل له دواء ما هو دوائه السؤال السؤال إنما السؤال شفاء العي كما يقال فالجهل هذا يدفع كثيرا من الناس المسلمين الذين تهيأت لهم الظروف وبذلوا أموالهم وجاءوا إلى هذا المكان إلى أنهم لا يكترثون إذا أراد أن يفعل شيئا من أمور العبادة هذه يفعلها باجتهاده هو أو يسأل بعض زملائه من أمثاله أو يسأل بعض الجهال يريدنا هنا في بعض الأحيان أسئلة يقول بأنه جاء معتمرا وأراد الإحرام وفي الطائرة سأل المضيف أو المضيفة يحرم من الطائرة أو لا يحرم فيأتيه الجواب يقول لا إذا نزلت في الأرض إذا نزلت على أرض المطار تحرم يعني الإنسان الذي يفعل هذا لا شك أنه مفرط مفرط ثم هنا عندما يأتي في التنقل من مشعر إلى مشعر أو من شعيرة إلى شعيرة عليه أن يعرف هذه الأحكام وإذا جاهل عليه أن يسأل من يستحق السؤال عملا بقول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لا تسأل أي أحد سأل من يصلح للسؤال واجتهد في أداء عبادتك الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه الكريم بهذه العبادات ومنها الحج ولكنه لم يورد في كتابه الكريم تفصيلا لهذا الأداء كيف نؤدي هذه العبادات أمرنا بالصلاة أقيموا الصلاة وأمرنا بالزكاة وآتوا الزكاة وأمرنا بالحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولكن لا نجد في كتاب الله الكريم كيف نصلي كيف نصوم كيف نزكي كيف نحج فجعل الله سبحانه وتعالى بيان ذلك على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام جعله لرسوله بقوله وفعله فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى وأتم به المسلمون وكانوا يرون صلاته وكان يقول لهم صلوا كما رأيتموني أصلي وأعلمهم بالأوقات أوقات الصلوات مواقيتها وأعداد ركعاتها وكيفية أدائها وكذلك بالنسبة للزكاة الزكاة في الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها وشروط وجوبها هذا كله بيّنه لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام وكذلك في الحج يقول عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم يعني اقتدوا بيّا في مناسك الحج فكان الناس يرون النبي عليه الصلاة والسلام فيفعلون كما يفعل وإذا جهلوا شيئاً سألوه عليه الصلاة والسلام في يوم النحر كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحدهم يا رسول الله رميت قبل أن أحلق قال افعل ولا حرج ويأتي آخر ويقول حلقت قبل أن أرمي قال افعل ولا حرج وثالث يقول أفضت قبل أن أرمي يعني طفت بالبيت قال افعل قال افعل ولا حرج افعل كيف لنا أن نعرف هذا لو لم نستدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولولا إذا لم نمتعلم من سنته ومن هديه فإننا لا نستطيع أن نعبد ربنا كما أمرنا الحج أيها الإخوة أيضاً جاء في آخر العبادات التي فرضت الصلاة فرضت في مكة مبكراً قبل هجرة النبي عليه الصلاة ليلة الإسراء كما تعلمون والزكاة فرضت في مكة أيضاً لكنه ورد لها تفصيل وفرضية في المدينة في السنة الثانية من الهجرة والصيام كذلك لكن الحج تأخر إلى السنة التاسعة على أرجح الروايات فرضية الحج ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة وإنما أرسل أبا بكر ليحج بالناس وأرسل معه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بسورة براءة ليقرأها على الناس براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين وأمر أن ينادى في الناس في الحج ألا يحج بعد هذا العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان هذا كله تهيئ لماذا؟ لحجة النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع التي كانت في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يراها الناس ويرون النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحجة الكاملة الواضحة النبي عليه الصلاة والسلام معهم يرونه بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف ويسعى على ناقته وهذا كما يقول كثير من العلماء حتى يراه الناس عندما يرونه يرمي الجمار وهو على ناقته مسألة لا تحتاج إلى سؤال بعد ذلك عندما يرونه يطوف بالبيت على ناقته ناقة عالية وهو على ظهر الناقة وكذلك السعي حتى يراه الناس ثم يقول لتأخذوا عني مناسككم لكن النبي عليه الصلاة والسلام قد لحق بربه توفاه الله ولو كان وجود النبي عليه الصلاة والسلام ضروريا لالتزام الناس وأدائهم لعبادتهم إلى يوم القيامة لا أبقاه الله ولكن الدين كمل والشريعة ثبتت بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام للناس فلم تبقى هناك حاجة لاستمرار حياة النبي عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم لكن هذه الشريعة محفوظة محفوظة في كتاب الله تبارك وتعالى الذي تأذن بحفظه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون لم يتأذن الله تبارك وتعالى بحفظ كتاب من الكتب السابقة التي أنزلها لا التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا غيرها ما تأذن الله بحفظها وترك حفظها لأهلها فأضاعوها لكنه تأذن بحفظ كتابه الكريم الذي فيه هذه الشريعة المطهرة ويقول العلماء إن من حفظ الله لكتابه حفظه لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لأن هذا الذكر الذي أنزله الله في كتابه لا يمكن أن يعمل به ولا يمكن أن يفهم إلا بسنة معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام محفوظة بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى لأنها بيانه سنة الرسول بيانه بل يزيد على ذلك بعض العلماء رحمهم الله يقول وإن من حفظ الله لكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أن يحفظ العلماء القائمين بهذا البيان إذا كانت السنة موجودة والكتاب موجود لكن ليس هناك علماء يبينونها ويظهرونها للناس ما الفائدة حينئذ إذن لا بد من وجود العلماء في كل زمان ومكان الذين يبينون للناس ما أنزله الله تبارك وتعالى وما أوجبه عليهم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذنهم حتى يأتي أمر الله نعم العلماء في تناقص لكنهم سيظلون إلى نهاية هذه الحياة الدنيا ليس العلماء في كثرتهم ولا في علمهم في عهد الصحابة كما هم في الأعصر الباقية لكنهم موجودون والحمد لله وعلى كل إنسان مسلم جاء لأداء هذه الشعيرة أو احتاج لأمر من أمور دينه أن لا يعتمد على نفسه وأن لا يسأل من لا يصلح للسؤال من الجهال والعوام والأصحاب عليه أن يسأل أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وعليه أن لا يتساهل أن لا يتساهل وأن لا يتهور أن يفتي من عند نفسه وأن يأخذ الأمور بدون تثبت وبدون أن يسندها إلى أهل العلم الراسخين فإذا من الله سبحانه وتعالى على عبد من عباده وجاء إلى هذه البلاد عليه أن يحرص على تفهم وتعلم ما يجب عليه في شعيرة الحج حتى يؤديها على وجهها الأكمل وحتى لا يضيع جهده وحتى لا يضيع ماله حتى لا يضيع وقته وسفره عليه أن يحرص على أداء هذه الشعيرة على وجهها وإذا احتاج شيئا من أمور العلم من السؤال عن بعض أحكام الحج أو الشعائر عليه أن يسأل أهل العلم الراسخين والحمد لله الآن بقيت فرصة من وقتنا هذا إلى وقت بداية الحج فالإنسان المسلم عليه أن لا يشغل نفسه بأمور الحياة العامة أو بالمنادمة أو بالأحاديث الفارغة عليه أن يحرص على تعرف ما أوجبه الله عليه في هذه الشعيرة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن البقاء في هذه البقعة الطاهرة في هذه الأيام من أجل النعم الصلاة في هذه البلدة المباركة لا يداني أجرها أجر في مكان على وجه البسيطة حتى في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه الصلاة فالإنسان الذي جاء له هنا عليه أن يحرص يصلي قدر ما يستطيع عليه أن يحرص على الأذكار والعبادات والقراءة مع تعلم ما يحتاج إليه في أمور هذه الشعيرة المباركة حتى يكتمل عليه عليه فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته وحتى يعود من ذنوبه كما خرج من بطن أمه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لإخواننا الحجاج حجهم وأن يتم عليهم نعمته بأداء هذه الشعيرة وأن يتقبلها منهم كاملة غير منقوصة وأن يعيدهم مجبور الخواطر مغفور الذنوب إلى أوطانهم سالمين غانمين إن شاء الله إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع